واحدة من الأفكار اللي عقبتني هنا في الجبل الأخضر طبعا الجبل الأخضر عندهم شح في الماء واحدة من الأفكار هذه فكرة تجميع الماء هنا ما وش ماء الأمطار لما تجمع الأمطار طبعا هو الحبيب حاطنها بصورة نازلة هذا في مزرعة بهقة القبل حاطنها المكان في صورة نازلة تأتي الأمطار أو مياه الأمطار هنا أولا هذا المكان إذا كان في حجارة صغيرة وما شابه ذلك ما تروح داخل ثانيا تصب في خزان صغير أي أتربة تبقى في هذا الخزان الصغير ثم الخزان العالي تحت المزرعة كامل خزان كبير جدا جدا يجمع إلى درجة كذا شهر ما يحتاج هو لاستخدام الماء سواء ماء الأمطار هذا بعد ما مكان واحد تعال شوف الحبيب في مكان ثاني هذا مكان أيضا دخلة أخرى هنا أيضا هذا المكان لتجميع الماء شوف يتجمع الماء هنا وعاد يدخل في الخزان العالي أكثر من مكان ولذلك هو هذا المكان حطلنا بصورة منخفضة كذلك في حجارة في البداية أن تقوم بعملية تصفية للماء ويجمع واحدة من الأفكار هي صحيح نوعا ما مكلفة ولكن تعرف أنه عندك كمية ماء ولفترة طويلة